اشتركوا في القناة نحن نقول مثلا دواء معين عيار وكذا فالعيار أو التركيز عيار مادي أو تركيز مادي هو عدد مولات هذه المادة في اللتر أو عدد غرامات هذه المادة في اللتر فالمعايرة بمعنى هي إيجاد عيار مادي أو تركيز مادي طبعا الأهداف التعليمي للدرس طلابنا نتعرف عن معايرة شروط المعايرة من صنف المعايرة إلى أنواع ما هي أنواع المعايرة طبعا مبدأ المعايرة الحجمي اللي بدنا ناخده من قوم بتجارب على معايرة حمد قوي بأساس قوي وحمد ضعيف بأساس قوي نستخلص طلاب قانون المعايرة ونوجد نقطة نهاية المعايرة بالرسم البياني والتجريبي ونوظف نعم مهارة انتقاء المشعر المناسب للمعايرة وما هو دور المعايرة في الطب والصناع طبعا منهتم كثير طلابنا بمبدأ المعايرة الحجمي شروط المعايرة حسابات المعايرة ومنحنيات المعايرة وكذلك المشعرات لنقوم الآن بتعريف المعايرة طبعا تهدف عملية التحليل الكيميائي أو المعايرة إلى التعرف على هوية العيني المراد تحليلها هوية العيني نعم يعني تركيز هذه العيني إذن عملية التحليل الكيميائي نعم تهدف إلى التعرف على هوية العيني المراد تحليلها وتركيبها وهذه العيني طبعا هذه العملية عملية تحليل الكيميائي تتم على مرحلتين المرحلة الأولى بتضمن الاختبارات اللازمة لتمكين المحلل الكيميائي من الكشف والتعرف على مكونات العيني هذا ندعوه بالتحليل الكيفي التحليل الكيفي أعرف مكونات هذه العيني المرحلة الثانية تشمل الوسائط والطرائق الواجب اتباعها لمعرفة كمية أو تركيز كل مكون من مكونات العيني وهذا ما ندعوه بالتحليل الكامي إذن التحليل الكيفي هو الكشف والتعرف على مكونات العيني ماذا تحوي هذه العيني؟ يعني تحوي مثلا ثلاث مواد حمض الكبريت مثلا كذا كذا إذن هذا ندعوه بالتحليل الكيفي أما التحليل الكامي فيعنى بمعرفة كمية أو تركيز كل مكون من مكونات هذه العيني طبعا من اعتمد يا طلاب بالتحليل الكامي على عملية طبعا على عملية تعرف باسم المعايرة التحليل كامي هو إيجاد كمية أو تركيز مادي طبعا هذا ما ندعوه بالمعايرة وتقسم المعايرة في الكيمياء إلى قسمين القسم الأول هي معايرة وزدي وهذا لم يذكر طبعا عليه كثير أمثلي أو حتى شرح نظري بالكتاب إذن معايرة وزدي تعتمد على فصل الماندي المراد تقدير كميتها وذلك عن طريق ترسيبها في المحلول إذن أنا يمكن أن أفاعل حمض كيلور الماء مع نترات الفضة فإذا شكل لدينا راسب هذا راسب ناخده من رشحه ومنجففه ومنحسب كتلته بدقة نضعه ضمن التفاعل فنحسب المادة المراد يعني نعم إيجاد تركيزها أعطيكم مثال طلاب لو كان لدينا أعطيكم مثال على المحلول لدينا محلول لحمض كيلور الماء وليكن حجم هذا المحلول حجم هذا المحلول حجمه 10 ميلي كيف أوجد تركيز هذا المحلول أقوم بإضافة إليه كمية وافرة من RGNO3 فكمية وافرة من RGNO3 فيعطي RGCL راسب زائد طبعا RGNO3 هذا راسب هذا راسب RGCL بأخذ طلاب بجفف هذا الراسب بوجد وزنه بوجد وزنه بدقة طبعا أنا بإمكاني أكتب هون HCL أضع واحد مول تحتها أضع N مول نعم RGCL RG108 إذن RG108 والCL 3035 ونص بيطلع عندي نعم نص 13 143 ونص يمكن أن أضع 143 ونص غرام طبعا هاي الكتلة المولية تحتها هذا معلوم كتلة راسب كتلة راسب هذا نعم هون كتلة الراسب طلابنا بعدما نوجد كتلة راسب نجففه ورشحه طبعا مع الترشيح والتشفيف نوجد كتلة راسب وضعه هون بقى عندي فقط المجهول هو N عدد مولات الحمض أنا إذا حسبت عدد مولات الحمض وعندي حجمه فبحسب تركيزه هو N على V إذن مثلا إذا كان لدينا محلولي حمض كلور الماء حجمه 10 ملي 10 ملي أي نعم أنا بإمكاني بسهولي عن طريق المعايير الوزني وجد تركيزه فنعم يمكن أن أضيف إليه كمية وافرة من RGNO3 فيتشكل لدينا راسب هذا راسب هو RGCL باخده بجففه طلابنا وبعد الترشيح والتشفيف نحسب كتلته فبضع المعادلة بحسب عدد مولات HCL وعندي حجمه 10 ملي بقسمنا على بعض الموجة تركيزه واضحة طلابنا المعايير الوزني نعم نعم أستاذ إذن طبعا بالمعايير الوزني هي إيجاد بيطلع عندي راسب باخده بجففه برشحه بجففه وبحسب بوزنه بضعه ضمن المعادلة فبيكون عندي مجهول هو إن عدد المولات عدد مولات الحمض مثلا أو المادي اللي بدي أوجد عيارة عندي حجمه حسب تعدد مولاته بإمكاني يحسب تركيزه الآن ننتقل إلى النوع الآخر من المعايير هي المعايير الحجمي طبعا بتعتمد المعايير الحجمي على إضافة حجوم في المعايير الحجمي لا يتشكل لدينا رواسب يا طلاب تعتمد على تعيين التركيز المولي لمادي وذلك بإجراء التفاعل بين حجم معلوم مع محلول مجهول التركيز من هذه المادة مع حجم معلوم من محلول آخر معلوم التركيز من مادي بي إذن نأخذ لدينا طلابنا بالحجوم لدينا المادة آخر حجم هذه المادة آخر حجم في واحد معلوم نعم لكن تركيز C واحد مجهول أبروح فعلا مع مادي بي في تنين معلوم حجم معلوم المادة بي وتركيز معلوم نعم إذن عن طريق هذا التفاعل يمكن أن أوجد تركيز المادة المجهول طبعا تعريف المعايرة هي إيجاد تركيز مادي ما وذلك عن طريق تفاعلها مع مادي أخرى معلومة الكمي أو معلومة التركيز ملاحظة هام لإجراء المعايرة الحجمي يتطلب توفر مادي ثالث نسميها الدليل لتحديد نقطة نهاية المعايرة من يعرف ما هي الدليل المشعر المشعر ممتاز لذلك لكي نقوم بإجراء أي معايرة يجب أن يكون هناك مادي نقول لها مشعر هي الذي طبعا دليل لمعرفة تغير لون المحلول أو لون الوسط وبالتالي نحدد نقطة نهاية المعايرة طبعا شروط تفاعل المعايرة شروط تفاعل المعايرة لكي أنا عندي مادي تركيز مجهول بدي بدي يروح فاعل مع مادي تاني تركيز معلوم عن طريق هذا التفاعل بدي أوجد تركيز هذه الماد طيب أنا ما أختار أي مادي يجب أن يكون هناك شروط لتفاعل المعايرة أولا أن يكون التفاعل تام فطلابنا ضمن أجواء مسألة المعايرة ما عنا تفاعل عكوس أطلاقا أن يكون التفاعل تام أثنين أن يكون سريع التفاعل سريع يعني أنا إذا بدي عاير مادي بدي مثلا أضع مثلا الحمض إلى أساس يعطيني مباشرة ملح إلى زائد ماء ملح زائد ماء يعني ما بدي أصبر أسبوع أو شهر ليتم التفاعل إذن مشروط التفاعل معايرة أن يكون التفاعل تام لين أن يكون تفاعل المعايرة سريع ثالثا أن يمثل تفاعل المعايرة بمعادل كيميائي موزوني رابعا أن يكون تفاعل المعايرة تفاعلا بسيطا لا يرافق يعني لا يترافق بأي تفاعلات ثانوي طبعا أي تفاعلات أو نواتج ثانوي يمكن أن تؤثر على نتائج وقيم نتائج المعايرة إذن أعيد أن يكون التفاعل تام أن يكون سريع أن يكتب تفاعل المعايرة بمعادل موزوني ثلاثي أن لا توجد نواتج أو تفاعلات ثانوي تؤثر على نتائج المعايرة أربعا أن يكون هناك طريقة لتحديد نقطة تهاية المعايرة طبعا من خلال المشعرات إذن أن يتوافر مشعر مناسب يمكن من خلال تحديد نقطة نهاية المعايرة تحديد تحديد تحديد